يقول ما حكم تارك الصلاة وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا تنفعه لا إله إلا الله لأنه ناقضها بترك الصلاة لأن ترك الصلاة كفر مناقض لكلمة لا إله إلا الله إذا قال لا إله إلا الله لابد أن يلتزم بمعناها ومدلولها ومن أعظم مدلولها إقام الصلاة فهذا ترك أول شيء من مدلول لا إله إلا الله هو الصلاة فلا تنفعه لا إله إلا الله وكذلك من قال لا إله إلا الله ثم قال يا علي يا حسين دعا غير الله هذا مشرك ولا تنفعه لا إله إلا الله لأنه أفسدها أفسد هذه الكلمة بالشرك مثل اللي يتطهر ويحدث ينتقض وضعه هذا يقول كلمة التوحيد ثم يشرك ينتقض توحيده ينبغي معرفة هذه الأمور نعم ترجمة نانسي قنقر